عند صلاة المغرب أدركت الإمام عند الجلوس قبل الأخير وأدركت معه ركعة الأخيرة ثم وبعد سلام الإمام قمت للإتيان بالركعتين حيث أتيت بالركعة الأولى ثم قمت دون الجلوس وأتيت بالركعة الثانية وجلست الجلوس الأخير وسلم ولكن هناك من قال يجب أن تجلس عند الإتيان بالركعة الأولى ثم تتقدم ثم تقوم وتأتي بالركعة الثانية وتجلس الجلوس الأخير وتسلم أفيدونا عن حكم ما فعلت وعن صحة ما قالوا جزاكم الله خيرا ما فعلته خطأ قد تركت التشاهد الأول وما قالوه لك هو الصحيح أنا واجب عليك أن تقوم وتأتي بركعة تغيفها إلى الركعة التي أدركتها مع الإمام وتكون في حقك الأوليين من صلاة المغرب ثم تجلس بعدهما وتأتي بالتشاهد الأول ثم تقوم وتأتي بالركعة الأخيرة ثالثة ثم تجلس بعدها للتشاهد الأخير كان هذا هو الواجب عليه ولكن ما بإنت فعلت هذا عن جهل فإن صلاتك صحيحة إن شاء الله ولكن عليك في المستقبل أن تعرف هذا الحكم شكرا